ورايح ولكن في تظاهرات تظاهرات ناس تعارض هذا الارهاب وممول الارهاب في مصريين وهو وقعدوا له في ناس بيقولوا عليك ان انت ممكن تبقى امير ولا كذا لا بس في ناس تاني انا شايفينك كذا شايفينه كذا اقول له قدامكم بقرنين كده ومعرفش مين ده ولا مين دول يعني انت ممكن تقوله انا معرفش كل واحد يحدد ويقرأ ويحلل كيفما شاء من اللافتات اللي مرفوعة قدام مقار رأس الحكومة البريطانية ناس تكره هذا الارهاب ناس تكره امير الارهاب ناس تكره تميم وجماعة الاخوال الارهابية ونلاقي فتات كتير وازاي ملكة تستقبل مملكة تستقبل تفتح ابوابها للمول الارهاب تظاهرات كثيرة كانت وعايز اقول لكم ناس ابطال اللي قام بهذه المظاهرات بصراحة يعني وانا بحييهم مصريين عرب بريطانيين اسيويين كل يعني كتير كانوا حاضرين ومشاركين ومنهم طبعا المعارضة القطرية كانوا موجودين وزي نقول لحلالك وقفين قدام مقر الحكومة البريطانية ويعني كل ما يمكن ان تتخيلوه قالوه على تميم وعدم الترحيب به وكده وزي نقول لكم ابطال والله منهم طبعا خلد الهيل ومجدسقر وعدد كبير جدا من اللي كانوا حاضرين ويقودوا هذه التظاهرات ضد تميم امير الارهاب عايز اقول لحلالك على الجانب الاخر السفارة القطرية في لندن سفارة القطرية خدوا المعلومة دي في لندن استوردت ناس حوالي مئة واحد ولا مئة وخمسين واحد دفعوا لكل واحد فيهم عشرين خمسة وعشرين تلاتين جنيس ترليني وقال لهم تعالوا لو سمحتوا وقفوا لمدة ساعة ساعة ونص وانا بقول لحالكم السفارة القطرية ولكن الاخرين الناس اللي قدام حضراتكم دول اللي وقفوا ضد التمويل تميم وارهاب تميم دول الناس المحترمة الناس اللي ضد الارهاب اجانب وعرب واسيوين وغيرهم وغيرهم جنسيات عديدة يعني يعني كتير من اديكوا شايفين حضراتكم من اطياف الناس اللي تقيم في بريطانيا وقفوا ضد تميم وهجوم على تميم وضد تميم سواء عند المقر البرلمان مجلس العموم البريطاني او امام مقر الحكومة في الوقت اللي في السفارة القطرية قالت انها عايزة تعمل وقفة بقى لدعم تميم ومش عارف ايه ضد هذه الوقفة فبدأوا يجيبوا الحكومة او السفارة يعملوا وقفة اخرى ولكن هذه الوقفة وقفة ناس خارجة ضد الارهاب احنا لنا قرارنا ولينا رأينا والناس اللي بتدعم وابتدفع للارهاب والعالم كله يعلم حقيقة هذا النظام وحقيقة هذا النظام القطري من مول الرئيس الارهاب وتواجد قطر والعالم وانه الناس يبقى فيه موقف من تمويل الارهاب والدولة الرعية للارهاب واحتجاج على بريطانيا انها كمان تفتح ابوابها وتفتح تستقبل هذا المجرم الخاين تميم وفي الوقت الآخر واللي انا بحقيهم طبعا على هذه الوقفة احتك بيهم عناصر من تنظيم الارهابي عناصر من تنظيم الارهابي راحوا عشان يحتكوا بهذه الوقفة اللي هي وقفة ضد تميم والدعم وزي هذه المملكة المتحدة ترحب بهذا الارهابي تميم دفعوا بتوعة الاخوان انهم يروحوا بواز الوقفة ولكن عايزة اقول لكم ادوهم درس يعني مجد سقر والمجموعات اللي كانوا موجودين موجودين معهم وحتى الاجانب ادوهم درس لجماعة الاخوان الارهابية فكل الشكر لكل من خرج ووقف ضد تميم وزيارة تميم لبريطانيا السفارة القطرية قررت انها تعمل وقفة قدام السفارة ووقفة ناحية التانية من مجلس العموم او مبنى الرئاسة او الحكومة البريطانية فقدوا ناس بعتوا الناس عالميل وبعتوا الناس كتير في مواقعه كده بيدون فلوس 20-25-30 جنيس سرليني لمدة ساعة او ساعة ما بين ساعة و ساعة و نص قالوا لهم كده ساعة و ساعة و نص فبدوا يشتروا يعني حتى بيأجروا بيأجروا الناس عشان يقفوا يسندوا تميم طب اذا العالم كله عارف مين هو امير الارهاب العالم كله على فكرة النهاردة عارف طبعا تميم رايح يشتري زمة بريطانيا بيعمل توقيع صفقات النهاردة 45 مليار دولار صفقات شراء بريطانيا ليه بيشتري بريطانيا لان بريطانيا فضحته من اسبوع والنهاردة كان فيه استجوابات في لجلة حقوق الانسان استجوبوا النهاردة استجواب والدكتور طارق حجي قدم ضده بلاغ ايضا في عشان للتحقيق في ممارسة وارهاب تميم وتمويل تميم للارهاب حول العالم فتحوا النهاردة وازين بولا حقوا تم توبيخ تميم النهاردة في احدى اللجان في مجلس العموم ووجهوه بالادلة الموجودة وتساؤلات الخاصة بيه دور قطر في دعم الارهاب حول العالم مش في مصر بس في كافة دول العالم وقعد يكلموه على علاقته بجماعة الاخوال الارهابية وتمويل جماعة الاخوال الارهابية اللي هما أصلا بريطانيا هي الحضن الدافئ لجماعة الاخوال الارهابية والتنظيم الدولي اللي هو موجود حتى هذه اللحظة وكل قيادات التنظيم موجودين هناك كل الجماعات الارهابية موجودة في لندن